رمضان العمامرة أين هو أين رمضان العمامرة هذه مدة سيد ما بانش هذه مدة سيد ما بانش منذ الأحد أو قبل منذ الأحد 26 فبري نحن اليوم الثلاثة 14 مارس منذ الأحد 26 فبري ونشفناه اللقاء تبون مع رؤساء الحركات السياسية المالية من زيت شبان العمامرة العمامرة كان يكتب بزار يكتب بزار المساجات على تويتر منذ 31 ديسمبر 2020 ما زيت شكتب حرف كيف كيف رجل اللي كنا نشوفه فيه كل يوم في التليفزيون يختفي فجأة وقوم معروف على العصابة الحاكمة في الجزائر إنها يعني قادرة بين عشية المضوحة مسؤولين كبار جنرالات قادة نواحي مدارة مركزيين طاف في نهار ويذهبوا في عنطر ناصر الجن يأخذ في الكفوف وملبسنه كاميزول حشك معمرة بالبول والبق والدم وكامل يقول لك ممكن سرعة هذه العمامرة ممكن لأنه أي واحد يختفي وعناش يختفي قرب يتنحق كما قدرت مع جنرال شويتر عبد العزيز رجل نحاوه نهار خمسة مارس أو نهار ونهار 11 جابوا ويقول لك المرسوم تعيين اللي يخلفوا ومن نهار 2 مارس واختفى بين 4 مارس 11 معنا بالنبي كان فيه انطر بعد عند سكورات ومن سكورات رحنا انطر عند ناصر يقول له هذا العمامرة فيه تأويلات كيف تحب يخذوش الدعايات وما يخذوش تأويلات كما لما يغيب الخبر تغيب المعلومة الرسمية الناس يقول لك ديميسيونة اخرين يقول لك جبدوا يروحوا اخرين يقول لك نحاوة زيد الرجل هذا في اتصال مع الدبلوماسيين الجزائريين مع الدبلوماسيين أجانب مع صحفيين فجأة يغيب اليوم الناس لا يعرفون كيف يروح خمسة عشرين يوم أو أكثر 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 من خمسة عشر يوم من ستة عشرين ففري من اليوم ثلاث أسابيع تقريب من الناس يقول لك يراح بان ذوقنا ما يتكلموا على تغيير حكومي آخر نحنا نشوف هنا في ثلاث سنين حكم ها يقول ستة شهر تغيير حكومي والأمور ما تتسجمش يقول لك لهم رح يغيروا الحكومة ويخليوا طبعا أي من بن عبد الرحمن كاسة فيها أول بالصح العمامرة ما يكونش أخرين يقولوا وهذه أوصات ديبروماسية الجنابية في الجزائر يقولوا بالعمامرة قدم استقالاته تبون لأنه بزاف عليه يعني كثرة عليه التبهدائل ما عادش يحمل التبهدائل على الساحة الدولية تبهد الجزائر معزولة الراجل شباع بخص شباع بخص منين يدور يأخذ فرمخايس بزاف بزاف داير هذا ما يخلي أنه فرحات مهنية النهار السبت ما عملوا تجمعتهم في باريس تكلم عليه كتحد أبناء منطقة القبائل اللي أراهم خدامين حسام في العصابة وكان حسن له أنه ما يبقاش مع هن العصابة هذه ما يبقاش مع هن العصابة ما يبقاش مع هن العصابة ما يبقاش مع هن العصابة كخليفة لتبون لأنه صغير على تبون وعنده سبعين سنة تبون سبع وسبعين يحوص بشيزين هذا لو كان يترشح يترق عنده سبعين يدير منطقة حسنة سبعين سنة كم تبون يكمل منطقة الفمانية وسبعين سنة يزيد منطقة داخل يكمله في ثلاثة وثمانين سنة سببا ثلاثة لذلك يقول لك العصر حبني يديروه هو خليفة تاتبون وخلي يقولك ما لبناش ما لبناش ما لبناش ما صيروه ولكن كما قلنا شيء اللي نتأكدين منه انه الراجل روحا لا تروش وين زلت أكدنا من هذا هو انه نهر لحد اثناش هذا المعارش ونهر اثنين اثناء اللقاء تاع جوزاب بوريل بوريل ممثل السامي الاتحال الاوروبي للشؤون الخارجية ونائب رئيس اللجنة الاوروبية كان في زيارة في الجزائر اثناء اللقاء مع الوزير الاول ايمان بن عبد الرحمن ولما استقبلوا تبون رمضان العمامرة ما كانش كان الامين العامل يزارة الخارجية اللي اسمه عمار باللاني واللي معروف عليه ببوبي انتي ماروك ببوبي انتي ماروك يعني هذا سبيسياليته انبيه على المغرب النهار اللي الماريكان جاءوا جبدوا لهم ودنيهم قالوا ما حبشوا اغرقوا فانكم ما عزيدوش تكلموا عن المغرب تفضوا ضربوها على الراس قالوا كوشي او بيه او بيه بسكت وحطوها امين عام منزارة الخارجية هذا عمار باللاني هو اللي حضر اللقاء مع رئيس الجمهورية جامي سرات امين عام منزارة هو اللي يحضر اللقاء مع رئيس الجمهورية متاعوا واحد مسؤول اجنبي وفي صحافة بودور ولا ميقولوش مثلا وحضر اللقاء بوب انتي ماروك الاخر في غياب الوزير فلان مريض ولا في مهمة ولا مهم قضية الرمضان العمامرة بقية معلقة بورتون باش الناس تكون على بلها انه رمضان العمامرة ما هو لا بطل لا معارف لا وجه مقزر هذا يعني كل حال قال عنده شوية رجلة ولا ما عندوش هو اذا استقال كما رام يقولو لانه عيام البخايص من اللي يرجع للوزارة الشؤون الخارجية في جوليا الفين واحد وعشرين عندو عام وثمانية شهور من اللي يرجع هو ياخد في الكفوف على الساحة الدولية وينما يمشي خبط يد زاير خبط يد زاير خبط يد زاير خبط يد زاير بثاف كرا السيناء هو من بكري خدام حزام ما هوش بوندية عيسابة خدام البوندية خدام الفويوات كان ديجا مع مع بوتفليقة تعيين مدة 16 يوم من 13 مارس 12 أفريل 2019 تعيين نائب وزير أول ووزير خارجية نائب وزير أول ووزير خارجية نائب وزير أول ووزير خارج ومن قبل من 15 فبري 11 مارس شوف تعيين وكليناكس تاني من بشهر داروه وزير دولة مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية متكلف بالشؤون ديبروماسية من بشهر 15 فبري 11 مارس كليناكس تعصى هذا المامره ومن قبل شوفوا دينا كان وزير دولة ووزير خارجية وتعاون الدولي مدة تلت سنين 1 سبتمبر 2013 25 ماي 2017 يعني لما جاء تبون في ماي 2017 تعيين تبون وزير خارجية نحا لا مامره نحا ولما تبون رجع رئيس جمهورية أو رخيص جمهورية سمحوني في ديسمبر 2019 تعيين ما تجابوش تبون الحكومة الأولى الثانية مع حتى نهار سبعة جويلة 2021 جمهورية وزير خارجية تبون ما يحملوش خاصة يعني رأيتم شو تأكد حكاية أنه يديروا هو لخلاف التبون إذا تبون طمع في عودة ثانية بش الكراسو من الحبس إنه يعرف راه مع فيوات فيوات هذو ما قادرين يضحيوا به كما ضحاوا ما قبلوا بجنرالات فما بالك بش يضحيوا بواحد كان يمرض على يديه ورجليه قدام سياده وهو اللي اللي ما شابوش نستغل كيمو 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 شفتوا أبال عمام مرايفة بيخ كروي يقولون عقسكو مشا لها كرسكو مشا لها كرسكو مشا لها كرسكو قلوتوا لي رات موريا أرتبون ماذا بيها عودة ثانية يأنه موسخ بزار ونقيت صالح اختاروا ع الوسخ ديالو اختاروا ع الوسخ ديالو انه وسخ هذه اللي يختاروا رقاية صالحة لك اليوم العمام راهو في احتمالي اما يجبدوه بش يوجدوه كما داروا البنفريس عام عام جبدوه عامين قبل نهاية عهدت بوتفريقة و رشحوه وما نجحوش دورك ترشيح تعدراء موسيقى اختاروا موسيقى 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 يجبدوه عام ونص قبل تقريب عامين قبل نهاية عهدت تبون ويقدموه على اساس انه راهو ضحية عيسى تبون ضحية عيسى بطب تفريقة اذا يقدموه على اساس انه ضحية عيسى تبون وانه كان استقال وانه كان يشوف الجزيرة على الساحة الدولية كانت تخسر في نقاط واذا ومنهم و يمسحوا الموس كامل في تبون و يرميوا تبون الحبس و يضعوا رئيس جديد كان هذا الاحتمال الاحتمال الثاني انه قال خلاص هذا معنى ما ندروا به ما يكون قال لهم و ما يقولش عنه قال ما يحتاجوش و يضعوا و يبقى فران يستنى و يحجفوا مور وال legs لم يحلوا كما يحلوا يقول statute و هيها السبات ي arrange و في الخارج قال يتوني أحمد ويحيا و نشأل الرئيس على فقها ثابثة فutation يختارвар there و اليوم أحمد ويحيا فهاحبس يأته السلال يأته ساعد متريقة في الوحف يأتهر فينقبك فقها في القبر هذه الجزائر هذه هي الجزائر